اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا بشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشعير اكلة ام النهاردة مع بعض الماتيريال بتاعنا نقدر نقول العدس المصري ومن الارض الطيبة في اي مكان في الدنيا بيتكلم مصري ولكن مع الشيف المغاز النهاردة هيعمله شربة بطريقة مبتكرة شربة العدس بالطشة فيش حد حسن من حد طشة الملوغية طشة الفتة طشة الكوارع اما العدس المصري بتاعنا لازم وقفة معاه لما نجي نشربه شربة اكيد ليه وقفة خاصة في ايام الشتاء والبرد القارس هنعمله شربة النهاردة بالطشة لا بالشعرية ولا بالرز ولا فتة هنشوف نعمله مع بعض ازاي اكيد تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد معانا رز النهاردة بالفول لغدر او الفول الحراتي دي المسميات بتاعته الفول لغدر بتاعتنا الجميل بيبقى ليه موسم طبعا اللي هو فيه دلوقتي نقدر ناكل الاشرة بخدرها وجمالها لما بيتحسد بيتأشر طبعا ويتصدر ونستخدمه في حاجات كتيرة فول مدمس يتعامل مع الفتة نعمله طبعا مدمس في رمضان الشهر الكريم بنخزنه حاجات كتيرة للفول بنعمله بصارة هنشوف نعمله النهاردة ازاي مع الرز المصري رز بالفول الاخدر او بالفول الحراتي بالتأكيد مع المغاز برضو لتركيا نجي عبد البطاطس عشان اطفالنا الحلوين الاكلة المفضلة ليهم وانا شخصيا وكلنا اتفطمنا عليها بالتأكيد بنأكلها مالية بنأكلها صانية ولكن النهاردة هنعملها بالكزبارية برضو بطريقة مبتكرة جديدة هي البطاطس بفهاش اي حاجة سلقناها واشرناها بعد ما تسلقت وليس لانها مغازي قبل ما انقشرها عشان نحافظ عن نشويات اللي موجودة فيها والكاربوهادرات وتسيبها لما تبرد وتقشرها اكيد حلاقتي فيها تفاصيل كتيرة معلومة غير معلومة مش بنطبخ بس بنستفيد كمان معلومات طهوية توصلنا المطبخ سعادة لان مفاتيح السعادة هي في جيبك هو المطبخ هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير اوه هتروح وبعيد تابعوني ورجينا لحضراتكم بعض الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد العدس بتاعنا المصر الجميل طبعا فيه العدسة بوجبه اللي بيخش فيه طبق الكشري وده اساسي والكشري مش كشري في الهند في الصين في اي مكان في الدنيا معلوش العدسة بوجبه بتاعنا ميبقاش كشري العدسة المصر بتاعنا اللي هو طبعا الأصفر الجميل هنعمله شربة النهاردة على طريقة المغازب الطشة وإيه تفاصيل الطشة هنشوفها مع بعض الميادير على الشاشة عدسة أصفر بتجاب ويتغسل وتصفى ميته وتخليه على جنب كده بصل وتوم والطشة بتاعتنا كوز برا نشفة وزيت زيتون وشوية سمنة وزبدة حسب الرغبة وخلص الكلام على كده هنحط عليه شوية كمون بعد ما يطلع من النار علشان مشاكل القلون الكمون ما يغلش جوه العدس لأنه هيمرر العدس وربنا يكفينا شر المرار قوله معي أمين شوفنا الميادير على الشاشة تعالي عملي شربة العدس بطريقة جديدة النهاردة على طريقة الشيف المغازي واستاهل منكم كلمة شكر وكومنت حلوة كده على الصفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي مع تواصلنا من خلال السوشيال ميديا هناخد البصلية الحلوة دي كده عم نشيف بنقطعها ايه مكعبات صغيرة حلو قوي ما جيبتش جديد برضو يسا حلو احنا أهم حاجة ان احنا الكهرمانة الحلوة ده يستوي ويدوب مع البصلة وما يتبانش البصلة في قلبه ولا الفص التوب ولا الحاجات دي كلها ياخد وقته كده في النار وعشان كده احنا بدأنا بالحلال بنحط الطاص على النار انا بقى من قواعد المطبخ بتاعت اللي بحبها كل واحد له مدراسة كده جواه بينفزها وبيقدر ان هو يبرهنها وهو شغال ماحبش البصل ناي لا في الغيف حواوشي ولا جوا كفتة ولا جوا شربة ماعراء هو ماحبوش ناي ماحبها استعمل البصلة بس يكون مستوي والسطل ماكون مقرمش كمان هنشوح البصل ده في قلب الزيت مش قصة ناي في ناي بقى لا خالص بصل كده ايه اشوحه شوية في قلب الزيت حلو كده وانا بشوحه الشاكل ده كده اهو حال ياخد الطعم بتاع زيت الزيتون او اي الزيت التحباب شم ريحة البصلة الحلوة كده من خير ارضنا ونحط عليه شوية بحارات يعني شوية كركم حلوية والكركم كده كده لون العدس زيت طبعا انه كمتور غزائية عالية جدا بينشط الجهاز الهضمي وبيلعب على دور تنشيط الكبد وحماية جدار الكبد من الدهون معلات كركم معلات فلفل يوم ان انا ما شمش ريحة الايه البصلة ايه حالو الكلام ونقلب كده جوز بيحب الحار مش هنحطه اخدر هنحط القرن الفلفل الاحمر ده كده خلي بالك بالشكل ده كده برضو تسأل ولادك ها ولو حماتك عندك اسأليها يا حماتي يا حبيبة قلبي يا ام زوجي العزيزة انا باعمل شربة عدسة النهاردة على طريقة الشيف المغازي تحب احطلك فيها هتبقى ارضي فلفل سبايس كده لا يا بنت الله يبكريبك حطي الجوزك وبس اعرف ان هي ايه ما بتحبش مش تسمعها كلامها بقى وتخلىها كلها سبايسة او تعمل الحلة وتسمعها نصين او التلت والتلتين التلت لها من غير اي فلفل حار والتلتين حط شطة زي ما انت عايزة للصبح طاسة كده تتحمل على النار اه حلو اوي خدت البصلية طعم وخدت شكل وزي ما بقول دايما تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد انا هتناقولها غيرت لما تحفظوها زي رؤية وفن وابداع كده حلو الكلام الصينيين دلوقتي ترجموها واليابانيين بيقولها دلوقتي في كل ايه مجاليسهم العربية هناخد العدس ده كده ينزل على البصلية يا عم الشيف ويبقى كهرمانة ويتحول لكهرمانة عندي على ايدي اليمين جارة كل يوم معايا اللي هي الحلق فيها بوكي جرنيه كل يوم هي معايا عبارة عن مية بتغلع النار هنحط فيها جزر كرفس بصل توم واستفيد بيها بقى للرز للشربة بعمل سوسات زي ما احنا عايزين نشوية العدس نزوي في قلب الحلة كده السلامة نشوح أم مع البصلية الحلقة دي انا باهديها طبعا لكل عروسة جديدة لكل ام بتحب تخش المطبخ للمبتدئين في المطبخ شربة العدس دايما نقولك هنروح عند ماما النهارده والله بتعمل شربة عدس جامدة جدا ممكن يكون هو سبب عشان نزور مامي وااخد جوزي ونروح لزور والدتي او كان ولكن انت تعلمي تعمليها ازاي زي ماما وزاي حماتك ايه المشكلة وبرضو الزيارة قائمة بس ما تخشيش بايدك فاضية لو سمحتي حلو الكلام ده مهم جدا اه تقليبة دي مهمة حل بصل فلفل عدس لغاية دلوقتي احنا ماشيين كويس معانا طماط مية حلوة يستفيد بكيمة الغذائية بتاعتي الطماطم قطعها كده ونسقطها في قلب العدس ما تحطيش جزر اه في ناس بتحط الجزر مع العدس انا ضده خالص بناخد المية اللي بتغلي دي كده اه شفت الحلة اه خلاص طعم اكل امهاتنا زمان بايد عن مكسبات الطعم ببقى شوية شربة تلاقي بصل فيه بطة احنا سلقنا وعندنا الشربة بتاعتها وزة لحمة افل اه وسلقنا الشربة بتاعتها مية عادية خالص كان فيه حلوة وطعم للاكل كده بدون اي مكسبات طعم اللي واخدانا فين مش عارفين انت هو تحلى على النار فيها بصل وتوم وفلفل عد كرفس حلو وحبتين حبهال وهو هكذا اهو او الهيل المسميات بتاعته زي الفل هناخد المية دي عم نشيف بسم الله الرحمن الرحيم وانسقطها على فين على العدس ياولي العب اوه ده زلزال بيتكلم مصر كفينا شر الزلزال حلو شيل دي من هنا كده اه الله شفت الشقاوة هروالك الدنيا دلوقت ما تقلقش خلي بالك دي حنا مش نشتغل دي انا عامل شربة عدس وجهزة معي بس انا حابب اشرح التفاصيل الصغيرة علشان نتعلم نعمل ازاي شربة العدس على طريق الشيف المغازم ولكن للامانة وللمصدقية دايما اللي احنا متعودين عليها هنفتح الحلة دلوقت ونشوف شربة العدس اللي هي جهزة معنا اللي هنعمل لها الطاشة بتاعتها وقت التقديم اه بص على الحلوة دي كنت اوصل لها على الحبيب شربة العدس ايه ايه الحلوة دي عم مش شوفة شوفوا القوام وشوفوا الدلعة ممكن نعمله بالشعرية ممكن نعمله بالرز اه الله اه يا سلام على طبسية شربة دلوقت كده في ايام الشتة دي اللي احنا فيها والبرد ده كده فطار غدا عشاء احنا المصريين العدس متواجد دايما في كل الوجبات وخاصة وخاصة الصبح للامانة بيبقى شربة العدس دي بالنسبالي لطيفة وجميلة بعرف واحد كده باخد منه شوية شربة عدس الصبح خاصة في ايام الشتة شايف العدس شايف القوام بتاعه اه بتكلم مصري اه لسا احنا ما كملناش الحدوتة بتاعته على فكرة هو كده خلاص احنا بعد مستوى بنضربه في الخلاط بيبقى عنا بالشكل ده كده اه اه بص على الحلوة ده اب واللي على اليمين بعد اه معنا الحلتين اه طبعا ده عشان يستوى على النار ويوصل للشكل اللي هو معنا ده كده يعني تقريبا عايز له ساعة زمن استوى على راحته كده ونار هادية جدا وزي الفل وبعدين نقدر نعمله الطاشة بقى تحتوله شوية شعرية زي ما انت حب احنا هنسيب العدس ده اغلى على النار والتفاصيل الصغيرة اللي الشيف المغازي بيقول عنها دايما ازاي نعمل شربة العدس بعد ما يندرب في الخلاط يبقى معنا كده ازاي نعمله الطاشة اكيد تفاصيل صغيرة اللي الشيف المغازي صدع راسنا بيها كلنا بنعمل شربة العدس اشتر منه انا عترف الام لما تخش المطبخ اللي هتقولي لي شيف ولا شيخ الشيفات كلها هي احلى حاجة واحلى تعمل اكل خلي بالك اه بس انت تخش المطبخ كده واعملي قادر شربة العدس جاه زي زي الفن شايف القوام شايف الحلوة شايف الجمال اه ده قوام الشربة بتبقاش تيلعن كده احنا مش هنغمسه بوضن قطة مش بالعيش يعني وضن قطة يعني عيش اه 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 زي اللي بنعملها للبصارة ونعملها للعادس ده هيتشير بشربة بس تشيف هيدلعها دلوقت اخر دلع اه حالو الكلام قدي طاسة على النار بنحط في الطاسة دي معلقة سامنة من اللي جايبها حماتك او ماما وهي جاية تزورك في نهاية الاسبوع اه يلا وديني يا ابنة ازور بنتي وديني يا قلبي ازور ماما وهي كزا اه معلقة سامنة زي ابنة وهي سنتظر عليها شوية تسح السامنة كده ونشم ريحتها الحلوة الجميلة من الريف المصري اه حالو نجهز هنا كسبارة ناشفة ونجهز توم نعمة الله اكبر بس زي الفل يلا اه شوية شربة عادس باهديهم لكل اللي بيتابعوني من خلال شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية اه اه سامنة سيح كده وشم ريحتها الحلوة الطيبة اه الله لازم سامنة ينفع بالزيت لا سامنة طيب ينفع زبدة لو عملتها بزبدة حط معلقة زيت معها ماينفعش تحط الزبدة لوحديها هتتحرم منك تفاصيل الصغالة اللي بقولها دي مهمة جدا بتوسلك لبر الامان وانت وقفة في المطبخ على اقل ما بتخسريش ماتيريال او حاجات تجيبتيها واشتريتها بالفول بفلوس وبازت منك ده مهم جدا على فكرة اه قادي السامنة ساحة زي الفول ننزل بالتوم ولا بالكزبار حد يقول لي بقى من حبيبنا اللي بشوفونا دلوقت لا 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 باش بقولك انت خليك في الاخراج وبس انت مش شاوي تقول لي حط شربة العادسة على الفول عازت ودي عازة السوشيال ميديا تتكلم عنه كلها ايه يا راجل يا طيب انت؟ حط التوم شفت التوم ده كده اه 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 كأنك تعمل طشة للملوخية اه اه شفت التومة الحلوة دي كده؟ العب اه اه اه합 توم مصري اه 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 توم بلدي واحب اعيش في بلدي وخير بلدي logoㅜ وجمال بلدي اه وحلوة بلدي اه التومة في قلب السمنة العبي يا تومة الدلع يا تومة مع الكزبارة النشفة اه اوّع تستنّي يا أختي يا أمّي يا خالتي يا ستّك كلّ اللي بتتبعيني على التومّة لما تتحمّر منّك هتمرّلك الشربة لها حمار كده ودرجة حمار التومّة ودرجة لون التومّة بيتوقّف عليها الطعم هنا سواء بتعمل فتّة أو بتعمل عادس ننزل بالكوزبارة النشفة اوّ ده الله عن ريحة الله عن ريحة جميلة ونصيحة منّي بقى خليك أنت حسن منّي جيب الكوزبارة الحصّى وبأيدي الهون اللي جاي مع القيمة بتاعت الجواز تحمس الكوزبارة وتطحنيها بالهون ما فيش هون بيجي مع القيمة دلوقّة بيجي خلاطة أنا عارف بس إحنا لسّا عندنا هون لغير دلوقّة والله اوّ حلو؟ اوّ حلو؟ اوّ اوّ ده التومّة وده الكوزبارة يا دلعك يا دلعك يا دلعك سنّة بابريكا جود أشيّف جود سنّة بابريكا حلوّة هوّ ده اوّ اوّ شوية فلفل اسود اوّ اوّ تشّة بقى ده اللحة اوّ يلا ننزل بديه على فين اوّ هوّ ده الكلام يلعب اوّ انتظر اللحظات الجميلة الحلوّة اوّ وقلب الصغير لا يتحمّل اوّ 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 ناخد دي كده زمية وعلى النار كده اللهم صلى على النار اوّ ونرفع دي من هنا كده اوّ شوف ها اعمل ايه بقى الحركات دي كده اشوف الحركة اوّ 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 العدس بتكلم مصر هوّ ده زلزل خلصت اوّ احلى شوية شربة في التاريخ يعملون بالطريقة دي بس لازم ياخدوا غلوة على النار متستعجليش خلي بالي لازم يتعرفوا على بعض خلي بالي وهو بعد ما يطلع من النار رش يتكمون عليه بس خلاص استهل السيرفيز الحلو ده كده بسم الله الرحمن الرحيم اوّ يا صبابين العدس زيدوا طشاتوا ايه اصلا اللي اغلبتوا لك يا صبابين القهوة زيدوا حالاتي اوّ والله يا صبابين الشاي اوه 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 سامحوني يعني اه انا لما بتخد الجلالة كده وانا في المطبخ بغني بس ما فيهاش اغني على الهوة صوت وحش لكن في المطبخ المدام بتردب الغنى بتاعها عشان بعمل اكل اوه ايه الحلوة دي اشيف هوّ ده هوّ ده هوّ ده هوّ ده اوه اوه ايه الحلوة دي اعم اشيف شوية عدس لا يا عم الكتاب مين يا عباشر كتاب مين الكتاب ما يقولش الكلام ده المغازب بس اه شربة عدس بطش بسم الله الرحمن الرحيم هي يعني هي المقولة تتقال زي ما يقول الكتاب لا الكتاب كلامه غير اه وانا بحبش احفظ احبب اتفنن الله اه لسه ما خلصتش شوفت العدسة عايزة بقى تستفيد بالعدسة ده وتشرب منه ما فيش اي انتفاخات ولا اي مشاكل صحية مع الكولون لمون وبصل مكحة بس هي رشة الكمون على شربة العدس ويها سخنة شوفت الحلوة دي كده اشرب منه وعلى مسوليتي الكمون طرد للغازات الكمون الزيوت اللي موجودة جواه بيهدي من روعة القلون او 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 زي الفن تمام تعال نشوف البطاطس هنعملها ازاي نحط زيت زيتون مطبخنا على شاشة القناة الاولى له تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد تقدر تعمله صفرة لطيفة وجميلة ولكن بحب رؤية فن ابداع بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من ماس بيرو موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة